التقى الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجامع الجمهوري العراقي بعدد من مراشحي تحالف سائرون للاصلاح وخلال اللقاء الذي ترأسه الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجامع الجمهوري العراقي تمت مناقشة المشهد السياسي والانتخابات المقبلة وخطوات المراشحين واستعداداتهم لخوض الانتخابات وتقديم التسهيلات اللازمة للخلاص من العقبات التي تواجههما ساد السيد رئيس الحزب حزب التجامع الجمهوري العراقي الاستاذ سعد عاصم الجنابي ان يلتقي المراشحين بشكل متواصل ومستمر وكان اللقاء اليوم مع عدد المراشحي تحالف سائرون وتم البحث في عاليات المشهد السياسي بشكل عام وطبيعة التنافس الانتخابي وطبيعة ايضا اداء المراشحين وتحركاتهم وتسهيل بعض المعاوقات التي يمكن ان تأتروا طريقهم في حملتهم الانتخابية تناول ايضا الاجتماع كثير من الامور والتفاصيل التي تتعلق بالتحالفات السياسية وطبيعة هذه التحالفات وطبيعة التنافس ايضا وايضا ضرورة التركيز على دور المراشحين في كيفية التخاطب مع الناس في كيفية اقناع الناس وايضا شح ذي الهمم لكل المواطن العراقيين بالتوجه على صندوق الاخترافية والانتخابات التي تلاعبها اصواتهم واختيار المراشحين اللي يمكن ان يقدمون الحالة الافضل والحالة البديلة لكل الواقع اللي متردد اللي موجود بالوقت الحاضر اللقاء كان جميل جدا مثمر وبيه مؤشرات كبيرة جدا على انه توجهنا الحقيقة في التجمع الجمهوري العراقي وطني ضمن التحالف ساعرون توجيهات الاستاذ سعد عاصم الجنابي كانت توجيهات فعلا واقعية منطقية حريصة على انه الكل يعمل من اجل خدبة الوطن والخروج من الازمة اللي مربيها حاليا اللي اطالت بسبب وجود الفاسدين والمحاصصة لمدة 15 سنة هذه التوجيهات الحقيقة وضحت بتفاصيل الخطوط الاساسية لعملنا في المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر